تم تدول على مواقع التواصل الاجتماعي وحسب مصادر اعلامية ايطالية تقول ان رئيس الوزراء جورجيا ميلوني بيش تكون في تونس العاصمة صباح يوم غد يعني اليوم اللي هو 3 ستة جوان الفين و23 وكان وزير الداخلية الايطالي قد جي وعمل زيارة لتونس منتصف شهر ماي الماضي والتقى خلالها برئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره التونسي كمال لفقي وتمحورت المحادثات وفق بيان اصدر عن روما حول الهدف المشترك الكامن في تعزيز التعاون في مجال الامن ومكافحة المتاجرين بالبشر التعليق كانت هكا خليجي فماشي ما تلقى حل تونسا اللي موجودين في ايطاليا امورهم غير قانونية فما اللي يكتب ان شاء الله يلقوا حل الحد من الهجرة الغير شرعية ونوفى بالتعليق هيدا ان شاء الله يلقوا حل كي يرضي الترفين فما بارشة وينسا اليوم ما همش لقين خدم ما فيها بيس كين يمشيوا لإيطاليا حات ميلوني في تونس زيارة خمسة ساعات تقريبا مش اكثر ودعم غير مسبوق من من ايطاليا للتونس وللمشاكل التورسية فما المرحب باللي ساير وبالكلاه من قاعد الناس المعرفين من المسؤولين التلائين في علاقة بحاجة تونس للتمويل الخارجي وللقرد من عند الفميون فما لن يقضي يقولكم لا تنسوا ان هذه المرأة تمثل يمين اليمين المتطرف في ايطاليا هو القاعدة معناها كل بلاد تتحمل مسؤولية المسؤول اللي تنتخبه ترشحه وتخليه هو معناها يولي يحكم فيها نحن هذه أمورهم الداخلية نحن تقضي علاقة دول تونس بوا يمين متطرفة هنا شفنا اليمين الجديد في العالم في اللوتريش في برشا بردين في البرزيل في اللي تحب انتي معناها تونس كما فماش حروبات فماش اعتداء عليك ديما بيسور نقض ديما على يقظة هي جاية خمسة سوية ما جيش جاية خطر ما يجي الجربة بيش تحدي فكوس جاية خطر ميلف الهجرة مهم جدا هي البوابة بتاع الهجرة هم الهجرة حتى اللي بماشي يحرق الفنلاند ولا النوروهيج يتعادى بإيطاليا سيخطوك السربيا تساكرت لذلك إيطاليا ومالك جاي السيف وكي جاي السيف تكثر بطبيعة البحر يركح والهجرة تكون توا هم انهار كله يجبوا 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 بيعاونوا تونس هاي هم اش عاملوا معانيا هم قاعدين كان يتكلموا تباك بيق معانيا بالحق معانيا توا نحنا نقولوا اه باهي هاو كويقف معانا هم لا يملكون القرار هذا هو يقول كنا نسلت في ضغط على دول الاتحاد الاوروبي كنا نتقابل مع نواب الاتحاد الاوروبي كنا نتقابل مع المنحين الدوليين قاعد اليوم يحكي بصوت عالي على القضية في تونس على ما يحدث في تونس على الأزمة الاقتصادية وحاجة تونس للأموال وللقروض بيش يكون عندها القليل من الاستقرار اللي يضمن مصلح تونس ولكن سيرتنا مهمش لوجه على مصلح تونس هم لوجه على مصلحتهم وحماية حدودهم والحدود الاوروبية هذيك بشكونوا نحن واقعين هذيك الريال بوليتيك اما راهي ايطاليا عندها اثناش سنين وهي تتعارك مع اوروبا بكل كسوال جوفيرنامو اللي في ايطاليا عندهم اثناش سنين يتعاركوا مع اوروبا على حكاية الهجرة معناه حتى مشكلة الهجرة مشكلة ايطالية اوروبية راهو تتفكرك الباتو اللي ينقذوا للمهاجرين وفرنسا معناها قالت اللي ايطالي يجزبك تقبلهم بعدش كيبعفت له هاي الباتو وفرنسا ما قبلتهم مش معناه يزيد عندها ايطاليا مشكلة مع الاوروبيين فيما يخص الهجرة وتونس ورقة ورقة ضغط اضافية لدوسي ايطاليا مع الاتحاد الاوروبي تتصور انه يكون عنده وزن كلامهم في قادم الايام نعم ام له لا ما مظلنش برش بعد الفاسر نسمعوا كلام محمود البارودي ما تبعدوش تسمعوا رفما